السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قدنا موضوع جديد للتصالات المتقدمة هو موضوع الاسنوائشن موضوع التوهين والانحلالية اللي يعني اكو مؤثيرات اكو عوامل تتسر على مساء الكابل الضوئي وحنا نعلم الكابل الضوئي وعبارة عن وسيلة او اداد تحمل او يحمل من خلاله البيانات على مستوى اشارة ضوئية فالاشارة ضوئية عندما تبصر في مسافة معينة راح تعاني راح تواجه راح تلاقي ادد مقاومات ادد معاملات ادد صعوبات من اهمها هو الاتنواشن والدسبرشن واضافة الى ذلك اكو عامل اخر وتمى سكاترين اذنى ثلاث مقاومات ثلاث مقاومات ثلاث مقاومات راح تؤثر علي الكابل الضوئي الاتنواشن ادد والدسبرشن واتنى ايضا ادد ادد سكاترين راح ناخر افتد تقبط شوية الاسكاترين وهذا السكاترين اي واحدة باننا احنا فلات ثانين لشتغل الشبكات ثلاث اوامل تأثر على الكابل الضوئي التوهين التنواشن الانحلال الانحلال اذنى انحلالية ايضا اعمل ثلاث مقاومات هو السكاترين التبع سر السكاترين السكاترين السبع سر غنيه أثراً افتكال فايبة نجي هسه أول شي احنا قدنا شلو هو الاتنواتشن الاتنواتشن طبعاً هذا تعريف decay of signal strength هو انحلال لمسار الإشارة or lose of life power أو فقدان بطاقة الإشارة إلا هو يأمر انحلال بمسار الإشارة أو فقدان بطاقة الإشارة as the signal propagates through the fiber attenuation is optical هذا ما يدل على انتشار الإشارة داخل المسار الضوئي attenuation in optical fiber is cursed by وهذا يسبب أو يحدث بعاملين مهمة فلا بنتميني العامل الأول نطلق عليه بالentrostic factor يعني العامل الداخلي وإذن extractic factor أو العامل الخارجية العامل الداخلي أو الذات أو العامل الخارجية بالعامل الذاتية أو الداخلية أو العامل الخارجية اللي هو إذن scattering والobservation هاي كل مهمة طلاب scattering والobservation يعني التبعثة والامتصاصية يعني نقدر أيضا ندرج التبعثة والامتصاصية المهمة مؤثرة على المسار الكابل الضوئي هاي بالنسبة العامل الداخلي العامل الخارجي أو الجوهري اللي هو extracting factor including stress from manufacturing process هذا يؤتمد على الجهد المصلق على المادة المصنئة يعني شلون؟ يعني آن يوم صنقت لي مترة من optical fiber بكتر شعيرة ضوئية يجب أن ما أضغط عليها بأثناء التصنيع هذا الضغط عليها يعني أيضا إذا سونا بكتر المترة مترة وعشو سنتيمترات أو متعة سنتيمترات المتأقل من الكلفة إلية لازم أن ما أضغط عليها الضغط عليها بأثناء التصنيع هذا يسبب إليها attenuation وين يبين عندي؟ بالنصب باللايوت يبين عندي بالنصب فلازم أكوناك معاملات أكوناك قياسات حسابات خاصة عندما أضغطنا الكياب الضوئي هذا يبين عليها بأثناء التصنيع المادة المصنعة الضغط أثناء تطنيع المادة المصنعة يعني هو optical fiber ليس مثل optical fiber حتى أيضا بالcover wire لازم أن ما أتوى الضغط لازم لازم المادة المصنعة هذه العامل الأولى هذه العامل الأولى هذه العامل الأولى العامل الثاني شعرنا environment البيئي المكان البيئي الموقع البيئي شي سوي لي and physical bending وكذلك شنو عندي عندي الانحناءات الفيزيائية تكلمنا بداية السنة بالشبكات النفاذ أحد عامل تكوين الاثنواشن بأن يقلم من عمليات البندنج بندك شنو انحناء يعني أنا عندي فد أشهر تار مثلا optical fiber أنا ما أثر بيها فد مئة لفة مئة انحناء مئة فد يعني فد ثاني أنا يعني شون فد أكفة فد من العواجية هذا يأثر يأثر على مسار الإشارة الضوئية بسحولة البندنج إذن الثلاثة عامل الرئيسية حيتعدت اندي يعني هناك الاستراتي هو شنو هو الضغط المصلات على المادة مصنعة وإذن البيئة يعني شنو البيئة مش رحنا عليه إذن إحنا بس بالعراق الصوت مولا كلش حار صح لا لا ليش نخلي optical fiber الداخل انبوب أو buffer tube أو اي شي ليش حتى هذا الشمس الحرارة والتها من يجي أن يصلط على المادة المصنعة من شنو إذن أو أو check it مثل optical fiber هذه الأثر عديد لأن الحرارة الآلية تتناسب تناسب أكسي وهي مسار الإشارة مما يؤثر على البوطية مما يؤثر على البار فأيضا هذا تعتبر من أهم العوامل المؤيقية لأن بالنسبة إلى المظاهر الخارجية أو الأوامل الخارجية إذن هسا نرجع مواجهة سريعة الatenuation هو شنو أقلنا؟ هو إبارة عن حلال أما صار الإشارة أو فقدان في power في الطاقة في الإشارة يقسم إلى قسمة عندي عوامل ذاتية أو ذاتية أيضا تقسم إلى قسمين scattering and Observation يعني التبعثور والإمتصاطية الجزء الثاني أو النقطة الثانية أو العامل الثاني أو العامل الثاني أو العامل الخارجية أو الجاهرية تقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول أو الجزء الأول أو ألف أو أي إذن نطلق a stress from manufacturing process جهد المطلط على عمليات التصنيع النقطة الثانية environment البيئة أما النقطة الثانية اللي هو physical bending أو الحناء الفيزيائي الحناء الفيزيائي It is in which due to observation is caused by intrinsic properties of material itself and from impurities بالنسبة المادة المطنعة بالنسبة المادة المطنعة إحنا دائما لما مصانع المصانع الoptical fiber تكون مصانع خاصة ليش؟ لأن إحنا أقل معيقة داخل المسار راح أتغير لي من المسار الإشارة يعني شلون يعني مثلا سألتك راقب بايسيكل أكيد لما نشوف الطعبوقة أنت تزمش بالشارع أو على الرسل أكيد راح تنروف الستيرل من بايسيكل تروح عايزي الجيهة أو شفنا إحنا طصة بنسوق السيارة مارتني راح أشوفها تصبر أشوفها تبتشة أشوفها تبتشة بالستيرل نحلوه في يمين أو يسار لان أتخلص من هاي عملية التخلص مرتقاني سويت سويت تغيير انحناء تغيير مسار بالأمتكال فايبر عند ثان الإشارة الضوئية الفورتونات هذا المسار لما ينحني راح يأثر عندي ليش؟ لأن الفورتونات لما تصير من المستقل إلى المستنم راح تكون في خطوص مستقيمة from point to point لاني عندي المئات بل الآلاف من الفورتونات داخل المسار الضوئي حسب التنوات مرتقاني فإذا غيرت أي فورتونات عن مسارت راح شنو عندي حيكون عندي نوع راح يدخل بالفورتونات للآخر للطفل فلما اتدخل عندي سوالي تفاسس فلما اتدخل تفاسس سوالي عندي خسارة بالإشارة فهذا الشائبة الموجودة عندها تطني المادة يكون عندها السيكة النقية أو الرمل يطلق عليها بالامبورتي بالامبورتي يعني الشائبة الشائبة الضوئية هذا مين يجي؟ هذا ما ترى بالعين المجرلين هذا بالمجاهر يبالي عندما ادخل قطعة خلن نقول علي فترة خمساتة مثلا وراء الكوميا المادة المصنعة سنشوف بها هاي من الشوائر الموجودة هاي كل المؤيقات مثلا في ذلك جماعينا لما انهم خلط اخذون على الكيبرات الضوئية يشوفون المادة المصنعة فحص معملي يابج قلت عندك اكو نسب مكتب مسموحة 10 الى 20% مينة بلاس لكن اكو لا نسب هاي المقام مثلا باندنوسيا بالباكستان ايضا ما تصنع اه معامل تصنع الكيبر الضوئي ايضا يتنعون هدول الكيبر الضوئي لكن شنو بشوائف هاي يكون غير مرهو فافضل كيبر الضوئي حاليا هو الكيبر الضوئي الامريكي فالإجنال الصيني ينغني مقادر محسوبة ثم اتنصنع ومقات شركة فاني لما انهجي لما اتعاقد من اي شركة معينة اشوف افاق الكاركتوريستيك اندي ااني هنا اندي اشوف يابا تعالوا عندي اشكت مادة المسموحة الي ايهاني كشوائف امبيروتي اذا اتجابة انا لا حد لا وانا انا اتعاقد بعضكم يا ماريكي لكن اذا كان من ضمن هذا الرنج اكون لا اوكي بيأثر على المسار ماتي اتنواشن يستويدي بعالي وإلى آخرية فاذن these impurities absorb ما وظيفة ما وظيفة الشائدة absorb تنقص the optical energy طاقة الضوئيه الشائدة لا اولا تعيق متار الفوتو ومثل الوقت تنقص عندي شنو الطاقة الضوئيه optical energy causing the light to become dinner هذا ما يسبب عندي شنو يشبين للضوء ماتي عندي دمر يمتهي يتلاشى يعني يموت فالمرض زيباني عندي الضوء اذا انتهى اللايت يعني فوتون الداتة شنطو تندي مهنا ما ننسى الضوء هو كاية صح والداتة هي شنو هي إشارة قصية فاذن احدى اوامل انفقدت عند التكوين السيجنال فاذن عندي حيث عندي بالنسى السيجنال حيث عندي بالنسى هذا المثال هذا الرسم شوفوا شباب هاي مسار الإشارة هاي وجود اهنا شائبة باعتبار وجود اهنا شائبة فسوت هاي الشائبة غيرت من هذا المثار لما نغيرت من هذا المثار عندي هنا عندي ناحا تكون فتحات مأثرة أي فتحات فتحات تشتوى فلاق الضوء من بره لي بره هل نعتبر هذا كور نعتبر هذا كلادنج احنا اتفقنا بلا ترسال كور والكلادنج نفس المرض المصنعة صح لا مو صح إذا عندي امبيروس يبدأك بالكور وامبيروس يبدأك بالكلادنج إذا انخرج الضوء عن المثار فلاق لي بره فلما تلاق لي بره فإذا ما حقق عندي قاني اقتصاد ما حقق عندي قاني ارسال إشارة فإذا يصارح عندي قاني لوس signal إذا قولي للايث عندي شبيل لايث انتهي لذلك لذلك التقليل يقلل من معيبات أو من مساوى لاتنوات حيسبب لي قاني عندي تقليل بفولتية الإشارة لذلك quasiment لذلك حيث من الفㅋㅋ يقاط ديبي يقاط By بطيب يعني يسمى المنثل الثاني تمسل خسارة فحيح التمسل يعني خسارة بس خسارة كلمة هذا تطلق على ما بين حين وحين أكل خسارة بالإشارة حقيعا ماكو لكن لا أكل من جزء الخسارة هنا اللي هي فصدان جزء من الإشارة ليس كلي يعني مثلاً توصل لي إشارة مشوشة هذه فقط إشارة بس لكنها مشوشة وأكو أدد ما عندي إشارة فإنها إنخطاء بالبس بسوحة إنخطاء بسوحة لها use of signal because some signals is always through the systems and begetnance خسارة الإشارة عندما تفقد يا أما عن طريق المقاومة أو عن طريق شنوه انديان هنا الإنصهارية أو قابلية المقاومات الإنصهارية عند داخل الكاثر Optical light wave signals are also attuned when they travel through the fiber optical because the impurity is fiber optic هاي إحنا تكلمنا عليه إذا طار عندي شاعب بداخل is called or بداخل اندي آني رجلن حيث اندي فقدان بالفوتون بداخل optical fiber and the fact that light Intensity decrease with the sun وكذلك نجب أن نراعي مسار الطول الكابل الضوئي في حالة البعد ما اتقاني يسبب لي أحد الأوامل الاتنوائشن كلما كانت المساقة طويلة بالoptical fiber هذا راح يولد لي شنوه حيولد الاتنوائشن حيولد التوهيد ليش؟ لاني عندي علاقة عكسية ما بين الاتنوائشن وما بين طول المسار بإشارة شوف Decrease يقلل with distance مع المتافل نعم اتنوائتر الموهن قدي اتنوائشن توهيد وعندي اتنوائتر الموهن الموهن شوه؟ هو عبارة عن جهاز راح يغير لي راح ينتج لي بفولتج لي في المستوىات الفولتية بدون ما أغير بالممانعة ممانعة كنبائية الممانعة اللي هي الرمض ما تحدث تؤثر تصير أكثر مع الضيار صحلة موصة إذا كنت دائما ما هي بالمقارب A fiber optical attenuator works like your sun glasses it reduces the level of light in staring your eyes so that you can see more effectively شي عادي انا ليش عدت رابط شمسية؟ ليش ألبت رابط شمسية؟ حتى لما أبارع على الدنيا أبارع الناس أبارع القدامي ذات شنو يكون عندي إضاءة راضحة لسا خلي أنزع المناظر الشمسية أشوف أن غمرتها بعيوني ولو الشمس يأثر عليك لما ألبس المناظر الشمسية أقل من شدة الإضاءة يا إضاءة منهم؟ إضاءة الشمس إذا المناظر الشمسية راح تقلل تقلل شنو؟ يستهولي توهين تقلل يعني أواثن شنو من شدة إضاءة الشمس لذلك أنا أقدر ألبسها ولأني لا عندي مثلا عيني تعباري ما راح تقلل مثلا أشخ سيارتي إلا لابس مثلا المناظر الشمسية حتى لازم أن أواحين من شدة إضاءة الشمس نجمسة الدسورشن 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 الانحلالية هو شنوه؟ هو أملية انتشار فلسات الضوء نضوات الضوء دسورشن حلال المصاد الضوئي يعني نستبيع تنحل يعني شنو تنحل؟ يعني تضعف يعني الطاقة ما تشبيه؟ تضعف 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 انظر هذا الشكل هاي عندي هنا نبضات هذا مقطع أراضي أو طولي من طيبر شوف عندي هنا نبضة شنو صارت انحلالية إذا احنا أكبر مثال حي خلي نقطه وراء الفوتوشيس في جسمنا مهين حل نحس بغيتان ننعاد اني بس النام اشبيه دي سنو اقول الله عن الحليات؟ ما قدر أطلع أستر أتمش بره أو ما قدر أقرأ ليه الشباب لأن طاقة تشبيه ضعفة إذن انحلالية شنوه؟ هو ضعف بالطاقة طاقة الفور الحاملة للفوتون نعم الآن which limits the bandwidth of the fiber two general types of dispersion نوع الان داخل داخل دم حلال النوئيةBeat كروماتيك tiverشل turnaround خروماتيك هؤلاء الخروماتيك وهي النوئية الموارد خروماتيك كروماتيكetas خر immedi ascend يعني نمل في أول град من العام خط أول الأخر احتباط مستقفق 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 إستخدموا يا إلهي شرح 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 جبت طول مستقفق تتطلقها على channel اذا وكل channel خليتها على photon وكل photon اصليتها wave plane وموجي وقدت لها انطلقية الخدمات من هذا الموقع الى هذا الموقع الاخر احنا نعرف لما تنطلق الفورتونات كلها انطلاقة واحدة وشو ايقدنا بالشبكات النفات لما توصل مفروض توصل ازلت الانتين نفس الوقت صح له موصع يا سلمان انا بتحل تغنية صح له لا الصورة تتوصلني الاشعار دي وصلني الصابحات تتفتحلي الفيديو دي كلها خدمات تتوصلني في نفس الوقت بالانحلال اللوني اذا اتأخرت احد الخدمات او احد الاطوال الموجية الحاملة للفورتونات عن وحدة عن اللغة بمسارات طائفة هذا ما ينطلق عليها بالانحلال اللوني هو شو الكالكي هنا because the different wavelengths propagate at different speeds دي اطوال الموجية شو بيه كل واحدة رح تتوصل بوقت شو بيه مختلف عن الاخر يعني مثلا انا شون تحت الانترنية افضل الصوت وصلني بس الصورة ماكو وصلني الصوت وصورة بس الصفحة ممرجودة هذا الشي سهولة انحلال اللوني داخل المسار الاضبوعي the effects of chromatic dispersion increase at the square of the bit rate وهذا ما يسبب عندي شنوى؟ عندي the square bit يعني the square rate يعني the digital signal عندي ناعبات رح تتأثر هذا in the single mode fiber chromatic dispersion has two components material dispersion and wave-grade dispersion بالchromatic dispersion being known and the material dispersion will wave-guide dispersion material dispersion المحلال المادة يعني داخل المادة occurs يحدث when wave-grade travel at different speeds through the material داخل المادة وهذا ما توقف عيد صناعة او تصني المادة المصنى الفيبر من عليه like a source no matter how neural image several wavelengths within the range that when the range of the wave-brain to go through the medium each individual wave-brain arrives at a different time احنا قلنا بالاطوال الموجية لما ترسل داخل الoptical fiber شعارة الضوئية يجب ان ترسل نفس الوقت بالانحلال المادة ايه اجب ان ارائي المادة المصنى ارائي المادة المصنى ارائي المادة المصنى يعني هذا الoptical fiber اشوفه من المطنوع اشوفه اذا بي شوائط هواي اعلم انت اقول لكم يا بترا هذا حيصير بي عندي dispersion اضاف اللي attenuation ليش ينموخوش تصنيح بهذا بي شوائط بي impurity هذا حيأطفر لي حيأطفر لي مسارات قديدة من الفوتونات ما نحن نسوي لهم النفس السوع هذا ما نطلق عليه شنوات بالmaterial dispersion المثال 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 سكاترينج الأنواع ما لدفونا الأوامي مؤثرة على شنوة الoptical fiber ما بدكم اسمه من هاي الورق تيانين كلش موضوع موضوع كلش جديد عليكم طريبكم تركسوه به ان شاء الله بعد ما اكمل ديدا بقشكا موقع اندي اثيركم بانتحان شهر الزباء متقدمة حيالكم تقول لهذا الموضوع ايا بنا اعيد واكرر عيدوا مقصع البدري اكثر من المرة الموت تتبهون أشرح ناتي وشكرا